سلام البنات مرحبا بكم على قناتي قناة مرآتي نتمنى يربي تصدفكم لفيديو جالي في احسن صحة وفي احسن حال اليوم كما عودكم جيت لكم واحد الوصفة انتعة سلو اللي كتجي تحفة كتجي غزالة كتجي غنية بالمواد اللي صحية صراحة من ما لا شك فيها والاشياء الغير يعني مختلف عليها هو ان الضمتة او لاسلو المغربي هو من الاطباق اللي كتجي غنية وغنية جدا بالقوام والمواد الغنية بالأوميغا والأملاح المادنية وكذلك البروتينات هاد الوصفة هادي اللي غن بارتجي معكم اليوم هي طريقة صحية لتحضر سلو واكيد كيبقى القوام والتزين اغتيالي هنا كما مبين قدمكم شدة اللوز وحمرتوا عندي هنا كيلو انتعة اللوز محمر حاولوا ما امكان تاخدوا اللوز البلدي كيكون زوين وكيكون وخا كيكون صغير شوية وينما كيكون لديد وكيعطي واحد لدها يعني لماتلة لها معرقة كبيرة من ان حبت حلاوة معرقة كبيرة من النافع عندك هنا معرقة كبيرة من القرفة هنا اربع كيلو نتعة سكار سقل عندي كيلو نتعة طحين اللي حمرته دقيق محمر عندي هنا كيلو نتعة الزنجلان اللي حمرته حمرته في الفران بناتمنى احسنت حمره في الفران باش ميبقى شيطر عليكم اولا في شيطة وغرقة وهنا عندي واحد نص كيلو نتعة اللوز ما كملاش نتعة اللوز اللي تلقته وصخته وقليته هنا ستبقى معي باش نوريكم الطريقة اللي اعتمتها انا يعني كيبقى دائما هو عمل شخصي وفردي كلها وحنا عنده الطريقة جلو الاسلوب ليلو باش كيحضر السلو او الزمية المغربية ولكن لا نختلف على المكونات هنا غادي نستعمل هات الطحانة هذي اللي انا كنت اعتمدها الاعتماد كلي غادي نهرمش فيه اللوز شي غادي نهرمشه يعني ماشي غادي نهرمشه بقصح وانما غادي نخلي حبات شوية كيف ما انا كنحاول نبيه لكم يعني مهرمش وشي غادي نطحنه مزيان هانتوما الجزء راني هرمشته بالطريقة اللي يوريتكم يعني كنحاول نقرب لكم الكاميرا يعني كيبقى شوية تحس بها صحيح وهنا واحد لحفينا راني تحت تتعلكت علاش خليتها هكا هكا باش كتساعدني على ان القوامن تحت تتعلك لي وحتى تجي فيها ديك البنة اللي كتكون كونسنترية يعني كي يجي مركز داك المضاق ديك البنة ديك البنات إلا جربتوا هات الطريقة هذي صدقوني اتقوا تعتمدوها اتقوا تعتمدوها بشكل كبير مهم هنا راني غادي ندوز معكم المكونات مع بعضياتها مهم انا اللي تحنت فيه هذي كوشي تخلط مع بعضياته فغادي نتحنوا مع بعضياته هنا اللوز زنجلان اكيد مبعد ما حمرنا كان اكد غسل ضروري يكون محمر في الفران او محمر على البوطة في شي حاجة اللي هي تقيلة اللي هي غارقة بش ميتارش عليكم كان تحنوا مزيان عدد للحبيبات مهم يسحنوا فهنا كيلو سوف نضيف واحد له قبل غوط يا لحفينة هناراني كان تحن اللوز المهرب اللي قليته كان تحنوا كان تحنوا طحين كان تحنوا كانت تحنوا ماكين انا قم تديرها صحيح انا ما كنفضلش انا ما يكون صحيح كي اللي سنا نديره علاقة الحال فغيطح في اللوزة صحيحة غادي تقادى انا كنفضل انني انهرمشوا هكا بها تطريقة دي تهرمشها خفيفة ماشي ديك الهرماشة انت انك تطحنوا يعني تطحنوا لا ديك الهرماشة اللي كتكون هي هرمشة خفيفة ممكن انك تديرها في بلاستيك وتهرمشيها كاي بشي حاجة تقيلة بشي مدلك ولا ولا يدلم هرس تهديك خدام هنا رأني طحنت النافع وحبت حلاوة ممكن ان استعملت النافع البالثاني والنافع العادي وستعملت حبت حلاوة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة مكلة واحدة ما درتش الوزن لحقاش انا ما كان حبتش المدقة ديالها بزاف فيبقى لكم الاختيار انسيت ما قلت لكم شو حال حاجة درت مسكا حرة تحنتها تحنتها مع حبت حلاوة والنافع وما انسيت ما اذكرتهاش هي كتكون صراحة ضرورية في الزمية يعني على حسب الناس القدام ديالنا كلهم كيديروها فكنديروها حتى احنا في الهدو هنا رأني اعتمد جبت بانيون كبير لحقاش انا ما كان شي حاجة كبير رادية الزاج اولا انت عينو كتنقدها نخلط فيها فكننخلط في هذا البانيون كبير وهنا كما قلت لكم خليت واحدة نصف زلافة ولا زلافة صغيرة نتعزنج لان صحيح اللي غدي نضيفها في الزمية وتبقى هاي كان ما فيها بس وقت تبقى صحيحة كتعطي واحد البنة زوين فانا كيبقى لكم الاختية انا درت اغلب الكمية محمرة ومطحونة ونصف كيلو يعني نصف الكمية نصف الكمية اللي تحمرت درتها مقلية يعني سلقت اللون مداتي ثلاثين دقيقة وخليتو تيبردو فسختو وقليتو يعني خليتو تيستقطر ونشفتو وقليتو هنا غادي مدى نعرك وغادي نخلط المكونات جيدا هاتو ما كما كتلاحظو راني كان عرك وكان ندعك بيدي هاكا باش المكونات كتتمزج مع بعضياتها وحتى كت ديك العرك كيخلي ديك تزيد متعت متعت الزجلان واللوز ومعال الطحين يعني يعطي دك المفعول جيرا اشتركوا في القناة 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 ممكن أن تضيف الزيت العادي للمائدة حتى تبرد وخلطه بها ممكن أن تضيف زيت الزيت يعني كل واحد يبقى لهذا المرحلة هذه الإضافة للدهن اختياري أنا هنا قدرت اعتمد الزبدة والزيت يعني نصف الكمية مع نصف الكمية وبديت تنظيف حتى تنحصل على القوام اللي بغيت هذا هو القوام اللي كتقى كتماسك معك كما تريد زيت اكثر او لا معسل اكثر تضيف العسل و الزيت هذا يبقى لكم اختياري و يبقى لها حسب القوان اللي كتبغيوه المهم هو أنه لا تخرجوا عن مألوف يعني إذا كنتم إذا قدرتوا الزيت بزيت بزيت يجيكم زيته لا يمرض وهي رسله منه يبقى لكي يشرب المهم أنا حاولت أن نضيفه في قلب و نضيفه بات الطريقة و نضيفه الجزء الآخر راني حطيته في ستيلا هتما كيف تلاحظه يعني بين القوام حتى تجعل ضمياته اللي منين تنزليها او لا تتأكلها تحسي بأنك تتأكل القوى كل ما يطحنها يعني تطحنها طحين يعني تطحنها بحل كتبغيوها جوبرا أنا كنفضل و هذا يبقى شخصي حتى يبقى تطحونها كلها تلاحظه في الهد يعني كتكون كلها منطحونة بحل الطحين فمن الأحسن أنا كنفضل و يبقى لكم دائماً الاختيار أن المكونات نهرمشوه مشين نهرمشوه و ينطحنه هاكاك يجي يعني صحي وحتى يبقى محاضر الفائدة ديره وحتى في الماداق ديره انتك التأكل يعني كتحس بالمكونات متاع سلو والماداق متاع سلو الماداق متاع تلوز والزنجلان والنافع حاضرين نتمنى أن الوصفة تعاليون تكون الناس لإعجاب نزعكم ما تنخلوش عليها باللايك واشتراك وتفعيل الجرس وتبرتجيب الفيديو مع الأصديقة نزعكم باشتعهم الفائدة نتمنى أن المحتوى دي اللي كيكون كنا لإعجاب ديركم كنشكركم على المتابعة كنشكركم على الدعم كنشكركم على التعليق متاعكم نتمنى أن الوصفات تنتهي تكون مفيدة بالنسبة لكم ورمضان مبارك كريم والسلام عليكم ورحمة الله